اتلع مقارر لجنة القضايا السياسية والديمقراطية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا سيد بوكدان كليش أمس الأربعاء بالرباط خلال مباحثات أجراها مع وزير الثقافة والاتصال سيد محمد الأعرج على مخططات عمل الوزراء أصلاً ما يتعلق بمجال الإعلام تم الإطلاع على مجموعة من المخططات العامة التي تقوم بوزراء الثقافة والاتصال وكان خصوصاً فيما يتعلق بالمجال المتعلق أساساً بالإعلام تم شرح مقتضيات مهمة ومكتسبة الوريدة في دستور المملكة خصوصاً ما يرتبط بحرية التعبير وحرية الفكر وحرية الإبداع كذلك كان هناك عرض لما نقوم به في هذه الأسابيع الماضية خصوصاً في ضرورة إخراج مجلس وطني الصحافة في أقرب وقت وكانت تساؤلات حولها مرتبطة بطريقة انتخاب طريقة تعيين هؤلاء أعضاء المجلس الوطني واعتبروا بأن هذا المجلس الوطني سيعطي دفاع نوعية لاستقلاليات القرار الإعلامي خصوصاً بالنسبة للصحافين كذلك يتفاجأوا بالعديد من مخططات العمل التي تشتغلوا بها وزارة التقافة خصوصاً فيما يتعلق بالعناية وحمايات وتثمين التراث ونوهت طرفاً بالقوانين المعروضة حالياً على البرلمان خاصة منها القانون التنظيمي للأمازيغية والقانون المتعلق بأعادة تنظيم المركز السينما المغربي وكذا مشروع القانون المتعلق بأعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء ترجمة نانسي قنقر